الشرطة تزيل مخيم تضامن مع فلسطين أمام جامعة التكنولوجيا النمسا تشهد أعلى عجز في المواليد منذ الحرب العالمية الثانية توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للتعاون في المجال الاقتصادي السجن حوالي أربع سنوات لتركي هرب مئة وخمسة عشر شخصا عبر النمسا وانخفاض في أسعار العقارات مقابل ارتفاع في الإجارات وأخيرا تراجع طفي في عدد الزيجات وارتفاع في حالات الطلاقة مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة قامت الشرطة النمساوية بفض مخيما احتجاجيا تضامنا مع فلسطين أمام جامعة فينا التقنية بذريعة أن الاعتصام غير مسجل مسبقا وندد النشطاء بتعاون الجامعة مع معاهد إسرائيلية حيث يرى النشطاء أن جامعة التكنولوجيا متواطئة في الإبادة الجامعية المزعومة في فلسطين بسبب تعاونها مع معاهد إسرائيلية مثل معهد التكنولوجيا الإسرائيلي ولذلك نصبوا خياما ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مثل حرروا فلسطين وارفعوا أيديكم عن رفع وتدخلت الشرطة وأزالت المخيم بالقوة معتبرة التجمع مهددا للنظام العام سجلت إحصاءات النمسا لعام 2023 وفات 12 ألف شخص أكثر من عدد المواليد ويعد هذا أعلى عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبلغ عدد سكان النمسا ما يصل إلى 9 ملايين و159 ألف نسمة بزيادة قدرها 0.6% مقارنة بالعام السابق وشكلت الهجرة العامل الرئيسي في هذه الزيادة حيث استقبلت النمسا حوالي 67 ألف شخص أكثر ممن غادروها وسجلت فينا أعلى نسبة نموه في عدد المواليد بنسبة 1.2% بينما كانت فرالبرغ في الصدارة بمعدل خصوبة 1.5 طفل لكل امرأة وتوفي ما يصل إلى 90 ألف شخص بانخفاض قدره 3.8% عن العام السابق وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة العمل والاقتصاد النمساوية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة في فين وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما في ذلك النمذج الاقتصادية وتبادل الخبرات وتشجيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والبحث والتطوير والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشمل أيضا تظيم مؤتمرات وندوات وتبادل للزيارات بين الخبراء والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص قدت محكمة فينا نونشتات في النمسا السفلة بسجن رجل تركي لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد إدانته بتهريب مئة وخمسة عشر مهاجرا غير شرعي إلى البلاد معظمهم من تركيا وزعم المتهم أمام المحكمة أنه لم يتقاضى أي أموال مقابل التهريب وأنه كان يرغب فقط في مساعدة مواطنيه بسبب ظروفهم السيئة وذكر المدعي العام أن المتهم نفذ وساعد في تنظيم دخول مئة وخمسة عشر شخصا عبر طريق صربيا والمجر وصولا إلى ألمانيا وفرنسا وسويسرا وأضاف أن الرحلات تم تنفيذها بداية 2021 إلى نهاية 2023 وكان المتهم يعلم أنه يدير عملية تهريب منظمة شهد سوق العقارات في النمسا انخفاضا بنسبة 2.6% في الأسعار مقارنة بالعام السابق مع تراجع في الأسعار بنسبة 3.7% بينما ظلت أسعار الوحدات الجديدة ثابتة ويعود الانخفاض إلى سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وفي المقابل شهدت الإيجارات ارتفاعا بنسبة 7.6% ليصل متوسط الإيجار إلى 625 يورو شهريا وأدى ارتفاع تكاليف الإسكان إلى زيادة العبء المالي على الأسر خاصة محدود الدخل أظهر تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء في النمسا أن عدد الزيجات انخفض بنسبة 3.4% في عام 2023 بينما ارتفع عدد حالات الطلاق وزادت شعبية الشراكات المسجلة كبديل للزواج وتم تسجيل ما يصل ل 46 ألف زواج بما في ذلك 785 زواج من نفس الجنس وارتفع متوسط عمر الزواج الأول إلى 33.5 عاما للرجال و31.5 عاما للنساء وبالمقابل بلغ عدد حالات الطلاق قرابة 15 ألف حالة بزيادة 5.2% عن العام السابق مع متوسط مدة الزواج قبل الطلاق إلى 10.4 عاما وتم تسجيل 1955 شراكة بزيادة 21.5% مع أعلى معدلات في النمسا السفلة والعليا واشتيامارك كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء بزيادة 1.5% مع أعلى معدلات في النمسا السفلة والتقالي بزيادة 20.5% مع أعلى معدلات في النمسا السفلة والتحمر بزيادة 3.5% مع تأثير تطبيق موكين اشتركوا في القناة